فالإسلام الذي يقول من لا مرؤة له لا دين له هو نفسه الذي يقول كما في حديث الإمام الكاظم عليه السلام نظام المرؤة أن تجاهد أخيك على طاعة الله تجاهد أخيك تجاهد أخوك من أمك وأبوك مثلا تشوفه عاصي أو في درب منحرف مثلا تجاهده يعني تبذل جهدك الكبير وتتعارك وياه وتصير مشاكل وتصير كذا تقول له أضع الله الإسلام إيجابي يقول لك روح قاوم واجه خض الغمرات إلى الحق حيث كان الإسلام ليس هذا الدين السلبي اللي يفهم هذه الحقيقة يعرف أن هؤلاء المعممين بعضهم من العالم الثاني بعضهم من العالم الثالث العالم الرابع هؤلاء الذين يتشدقون بالأخلاق في مواجهة هذا المنهج مثلا يبشعون هذا المنهج ويقولون هذا منهج غير أخلاقي ليش لأنه يشتم بالعالم ويلعن بالعالم ويسب بالعالم هم أي عالم اللي يتكلمون عنه عالم أبو بكر عمر عثمان عائشة هؤلاء الطغاة المنافقين الكفرة الفجرة الذين قتلوا أهل البيت عليهم والسلام هذا عدهم شنو عالم أنه ما يصير واحد يسب العالم شايف يشلون مثل واحد يجي يقول لك الآن لفرد واحد مثلا هو إنسان مثلا خلني يقول شاعر وليل ونهار ينظم أشعار فيه جاء داعش مثلا من أبو بكر البغدادي على أبو مصعب الزرقاوي على ما أدري من العمر الطالباني على ما أدري المهاجر على ما أدري منه أذول الموجودين يجي يهجوهم يسبهم يلعنهم يهزأ بهم يسخر منهم يهجوهم يحقرهم إذا ما هنالك يجون يقولون لعيب شنو هالأخلاق هاي الزفت يقول لي شنو هاي أخلاق زفت يقول لي شنو هاي قاعد تسبسب بالعالم وقاعد تلعن بالعالم مو المفروض أني أكره لكم أن تكونوا سبابين شنو هاي اللي انت تتسوي يقولهم يا جماعة أي عالم هذا اللي انت تتكلمون عنه عالم من الإرهابيين القتلة السفلة ملاعين الوالدين اللي ما يستحقون أي احترام داعش تسمونهم عالم اللي احنا لازم نحفظ مكانتهم يعني ونتعامل معهم بما تسمونه أخلاق بالعكس الذي يسكت عن هذا العالم وأهل هذا العالم بدعوة الأخلاق هو المسلوب الأخلاق هو اللي ما عنده أخلاق اللي ما يقف موقف إنساني الإنسانية تدفع الإنسان إلى أن يعادي أهل الظلم أهل الطغيان أهل البغي داعش أهل الظلم أهل الطغيان أهل البغي أهل سفك الدماء متوحشين مجرمين إرهابيين قتل الخلوق إنسانيا هو الذي يكون ضدهم بأقصى ويترجم هذه الضدية بأقصى ما يمكن بلسانه ببيانه بأفعاله فينزل عليهم نزلة من النوع التمام هذا الإنسان الخلوق حق الأخلاق فكذلك هؤلاء الذين يسمونهم عالم جاي يتلاعب بالألفاظ ويخدعك ويقول لك علينا أن نحترم أبو بكر وعمر وعثمان وكذا وما يصير نسبسب بالعالم ونلعن العالم هم أي عالم العالم الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسموه هؤلاء اللي ما يصير احنا نسبهم ونلعنهم العالم الذين قاموا وقتلوا فاطمة الزهراء عليها السلام ولطموها على وجهها صلى الله عليه أي عالم أنت تطلب من عندي أحترمهم وأكف لساني عنهم هذه مو أخلاق أو مثلا أنني أسكت عن النصح المغلظ خلي نسميها كذا أو الشدة والحدية في دعوة المغترين والمخدوعين بأولئك العالم تلك الرموز من إخواننا بل أنفسنا أنه إحنا نروح نواجههم ونقولهم يا جماعة توبوا إلى الله من موالات أبي بكر وعمر وعائشة رذولا إما دعاء إلى النار نقول لا تستخدم هذه اللغة هذه اللغة مو أخلاقية لا هذه اللغة أخلاقية لأنه نظام المروء مجاهدة أخيك على طاعة الله أنا أجاهدهم على طاعة الله بمعنى أنني أتكلم بلغة قوية وحادة أريد بها أن ألفت أنظارهم أريد بها أن يستيقظوا أريد بها أن يلتفتوا إلى ما نقول لأن أمامنا جنة ونار المسألة ما ممكن السكوت عنها والمجازفة فيها